ونبدأ من التطورات المتصلة بانتشار الأنباء عن مقتل قائد فيرق القدس قاسم سليماني في مجرد الإعلان عن ذلك بدأت ردود الفعل الإقليمية تتوالى ففي العراق تبايندت ردود الفعل ما بين احتفالات شعبية في الساحات بمقتل سليماني بينما نحى النظام الحاكم منحا آخر من خلال التنديد بالعملية وتقديم التعازي لتهران أما في لبنان فقد أعذن حزب الله أنه سيكمل ما أسماه طريق قاسم سليماني كما نددت وزارة الخارجية بالعملية الأمريكية فيما دانت دمشق مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس بينما أكدت إسرائيل على لسان رئيس ووزرائها بن يمين نتنياهو وقوفها إلى جانب واشنطن ردود فعل كهذه كيف ترسم الصورة في المنطقة في ظل هذه الحالة من التصعيد آخر التطورات في العراق ينقلها لنا مراسلنا في بغداد حازم الجابر كما سيكون معنا للتعليق على هذا الملاف من العاصمة العراقية الكاتب والباحث السياسي معا نجموري أهلا بك أستاذ معا أبدأ معك حازم من آخر التطورات من التنديد من التظاهرات ومن آخر أيضا ما توصلت إليه المعلومات بشأن ما كانت تحدثت عنها أيضا الحكومة ورئيس الحكومة المستقيل في بيان مقتضب عن جمع المعلومات والأدلة نعم روبير يعني المواقف تباينت بين من يدعو إلى التهدئة وضبط النفس وبين من يهدد ويطالب بالرد السريع وما بين هذه الردود الكل أجمع على التنديد بما حدث واعتبر إن ما حدث هو انتهاك للسيادة العراق وأيضا هو اعتباره خرق للمواثيق الدولية جاءت البيانات غالبيتها هي منددة لما حدث يوم أمس روبير ولكن هناك من يدعو إلى ضبط النفس كما حدث أو كما جاء في بيان المرجعية الدينية وفي خطبة المرجعية الدينية اليوم وأيضا زعيم اتلاف الناصر حيدر العبادي وأيضا في بيان رئيس الجمهورية وبعض الأطراف الكردية والسنية طالبوا دعوا إلى ضبط النفس وتوخي الحذر لأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تحتمل أن يكون هناك المزيد من التصعيد خصوصا وأننا في العراق نعيش في ظروف استثنائية حكومة تصريف أعمال لا تملك المزيد من الصلاحيات صلاحيات معدودة لذلك بعض هذه الأصوات ذهبت باتجاه ترجيح العقل وعدم التصعيد ولكن في المقابل كانت هناك دعوات للرد القاسي والسريع والحاسم من قبل بعض قيادات في الحجر الشعبي والفصائل المسلحة لما جرى يوم أمس روبير هناك حالة من الاحتقان والحذر الشديد والكل يترقب ما الذي سيحدث من تداعيات حول ما جرى يوم أمس حادثة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس خصوصا وأن الشارع يترقب في ساحات الاحتجاج أيضا هناك ترقب روبير يعني كان هناك بيان من قبل ساحات الاحتجاج وخصوصا في ساحة التحرير نددوا بما حدث واعتبروا بأن ما حدثه انتهاك للسيادة وطالبوا بإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والحرب بالنيابة بين الولايات المتحدة والجمهورية في إيران لذلك كون أن الوضع الراهل لا يحتمل روبير كما ذكرت لك لذلك هناك إجراءات أمنية مشددة تجري في العاصمة بغداد وبالتحديد في المناطق المحيطة في المنطقة الخضراء أتخول إلى استوديوهاتنا في العاصمة العراقية مع الكاتب والباحث السياسي معا نجموري أستاذ معا في قراءة اليوم لأيام الأخيرة مقبل هذه العملية الأمريكية من دفع في هذا الاتجاه؟ من ذهب إلى هذا الاستفزاز؟ ومن كان يتهدد واشنطن وذهب أبعد من ذلك إلى تصويت البرلمان أيضا العراقي ودعوة البرلمان مساء الخير السيد روبير والسادة المشاهدين حقيقة الحراكة الذي حصل منذ فترة هو ليس ببعيدة جرى بعملية تزايد بوتيرة صعودية وظهرت أبعاد وشبح أن يكون هناك صدام محدود ما بين أمريكا وإيران خصوصا نحن نعلم أن إيران قامت بأكثر من خطوة الرسالة منها هي أن توصل تضع أمريكا في زاوية في المنطقة لكي تخفف عنها ضغط العقوبات الاقتصادية التي أتت أكلها وأثرت على النظام الإيراني وبالتالي طبعا تمادت إيران في أن أمريكا لا يمكن أن ترد في هذه الفترة بأي طريقة وأخرى كون أن ترامب يعيش في السنة الأخيرة وهو مقبل على انتخابات المرحلة الثانية وأن هناك معارضة ديمقراطية كبيرة في الكونغرس الأمريكي لسياسته وأيضا هو يعيش مشكلة إلى حد ما في هناك محاولة لإقالته أقصد ترامب على هذا الأساس حدثت أكثر من حالة كنا نخشى أن تصل الأمور إلى هذا الوضع على الأقل في العراق كون نحن كنا نتمنى أن ننأى بأنفسنا والعراق بصورة عامة والشعب العراقي عن هذا الصراع المحتدم ما بين إيران ومحيطها الأقليمي ولكن أستاذ معا ماذا يختلف اليوم هذا الصراع المحتدم بين إيران المحيط الأقليمي وأيضا الملات المتحدة وبين هذه التظاهرات التي تخرج منذ أشهر طويلة تندد أيضا بالسياسات الإيرانية وأيضا ما تنفذه الميليشيات من عمليات قنص وقتل وفق تقارير لمنظمات حقوقية دولية أستاذ العزيز على الصعيد الداخلي إذا أردنا أن نرسم the geopolitical map يعني الخارطة السياسية في العراق نحن نعلم أن هناك أحزاب موالية لإيران وهذه الأحزاب أديولوجيا لن تتردد في إعلان انتمائها إلى إيران وقربها من الأديولوجيا والعقيدة الإيرانية هذه تمتلك أيضا أذرع مسلحة فاعلة على الأرض وتعمل بشكل واضح وصريح في الأراضي العراقية عليه نعم هناك الحراك الشعبي الذي يدور والذي تعرض منه العشرات الآلاف من العراقيين إلى القتل والقنص والضرب حقيقة هذا شأن كان داخلي وحاول أن يزعزع المعادلة السياسية القريبة من إيران ونجح إلى حد ما في تفكيك هذه المنظومة وخصوصا عندما أعلنت الحكومة استقالتها مكرهة تلبية لرغبة الشارع العراقي ثم هناك الصوت من هؤلاء صدر جليا وواضحا في بغداد وفي عموم المحافظات يطالب بسيادة وطن وبإخراج إيران من المعادلة والشعار الوحيد الذي كان يتردد على حناجر هؤلاء وهم يمثلون ضمير الشارع العراقي أن تكون إيران بر بر وخارج المعادلة عليه نعم إيران حاولت أن تجهض هذا الحراك وحتى أعلن خامنائه قبل فترة بأن هذا الحراك مناهض للأصول وأتهمهم بالمتمردين والمشاغبين لهؤلاء الثوار وهو كان تدخلا سافرا في أشياء العراقي ولكن ما حدث في هذه الفتأة يوم أمس وحتى هذه 8 ساعات الفجر وحتى اللحظة منعطف خطير في المعادلة التي تعيشها الإشكالية الأمريكية الإيرانية على الأراضي العراقية إيران حتى هذه اللحظة لا تريد أن تفرط بأن العراق هو خط الصراع الأول مع أمريكا وهو يعتبر الحديقة الخلفية لإيران في سقل المشاكلة هل ستتحول اليوم هذه المواجهة التي كانت ربما محكومة بمواقيت محددة إلى مواجهة مفتوحة مع توالي الردود من ميليشيات حزب الله في لبنان أيضا الموقف السوري موقف الخارجية اللبنانية موقف ميليشيات الحوثي وهذا ما ينظر بأن هذه المواجهة قد تتوسع وقد تصبح مواجهة مفتوحة ومعننة إلى حد ما لا يمكن لهذه القوى التي تفضلت بذكرها ونحن نعلمها ونعيشها في العراق على سبيل المثال وفي الدول التي للأسف تدفع ثمن ولائها لإيران جميع هذه الدول هي تعيش معانات وأزمات أخلاقية إنسانية سياسية أمنية في أسوأ حالاتها عليه نعم تحاول إيران أن ترسل رسالة إلى أمريكا والعالم بأنها تمتلك أذرع مسلعة وتستطيع أن تحرك أدواتها وطبعا هذه القوى الموالية لإيران أيضا تحاول أن تتمسك وتتشبث بالموقف الإيراني وأن تحاول أن توحد موقفها من أجل أن تخلق جبهة ضد أمريكا ولكن يا سيد عجز المقارنة كبيرة جدا لا يمكن أن نقارن القوى الأمريكية والوجود الأمريكي في العراق والمنطقة أمام التغلغل الإيراني الحقيقة السيء الصيت إلى حد هذه اللحظة والذي رفضته شعوب هذه المنطقة إذا استثنينا هذه الأحزاب في هذه الدول وتحديدا أتحدث عن العراق والدول الموالية التي أنظمتها طبعا موالية لإيران الآن هناك فرق كبير في المعادلة لا يمكن لإيران أن تدخل في هكذا مطاب وتجابه أمريكا بشكل عسكري كبير أمريكا تعتبر العراق صنيعة أمريكية بعد 2003 أمريكا خسرت تريليونات الدولارات وقدمت عشرات الآلاف من الجرحة والقتلة وأنهكت في الحرب العراقية في وجودها في العراق هذا لا يمكن أن تفرط به وتقدم هذه الثمرة إلى إيران على طبق من ذهب نعم بعد انسحاب أوباما 2011 إيران ملأت الفراغ وحدث ما حدث ولكن الآن بعد أن حرك الحراك الشعبي هنا أستاذ معا تخشى من مسؤولية مزدوجة للورايات المتحدة القراءة اختلفت اليوم عما حصل في إدارة أوباما أو سابقا أيضا في إدارة بوش الإبن واليوم هذه الردود أو هذه النتائج يتلقفها ترامب وهو ينظر بنظرة الحسم ترامب لديه هدف أن يحد النفوذ الإيراني هو صرح في أكثر من مرة وفي كل يوم وفي كل تغريدة أنه لا يريد الحرب الشاملة مع إيران ولا يريد الصلام لكن استطاع أن يطبق عليها من خلال العقوبات الاقتصادية عزلها سياسيا واستطاع أن يخلق حالة من رد الفعل حتى أوروبا تحولت في موقفها صراحة نتيجة السياسة الأمريكية والضغط الأمريكي ضد إيران وإيران أصبحت معزولة على الصعيد الدولي ثم الحراك الشعبي في لبنان وفي العراق وحتى في سوريا هناك حراك آخر هو ضد الوجود الإيراني هذا عزز موقف ترامب وأعطى رسالة إلى ترامب والعالم بأن إيران عندما كانت تراهن على العقيدة على الطائفية على المذهبية الشعب العراقي في الجنوب الذي هو يمثل القاعدة الستراتيجية للأحزاب الحاكمة الموالية لإيران انتفض على الأحزاب وانتفض على الوجود الإيراني حتى حرق الملحقيات والسفارات الإيرانية في الجنوب جاء على أيدي هؤلاء الثوار هذه رسالة واضحة إلى إيران بأنها غير مرغوب بها ويجب أن تخرج والمعادلة الآن أصعب خصوصا كما ذكرت من خلال هذه الأحداث التي جاءت بمقتل سليماني وأبي مهدي المهندس هذه رسالة أدركتها إيران واضحة بأن أمريكا على استعداد أن تعمل أي حدث ممكن أن يحد من النفوذ الإيراني في المنطقة وحديثنا الآن عن العراق ولا يمكن أن تقبل أمريكا بأن تخدش كرامتها من قبل إيران هذا هو الحجم الحقيقي لإيران وهذا هو رد الفعل الأمريكي طبعا أمريكا لا يمكن أن تتراجع بعد هذا العمل وأن تعطي إيران فرصة أخرى أن تعيد تلتقط أنفاسها وتعيد نفوذها وأكرر وأعيد هنا الدعم الستراتيجي لهذا الموقف هو الشعب العراقي الذي رفض الوجود الإيراني في بغداد والحراك خير دليل على ذلك في تغيير المنظومة السياسية بعد أن نجح بأن يفكك الحلقة الأصعب هي الرئيس الوزراء وكابنته الوزارية أي المنظومة التنفيذية والآن ذهب إلى البرلمان في محاولة لأن يحل البرلمان وإذا بالانتخابات الجديدة حتى رئيس الجمهورية أدرك الأمر جيدا وقرأ الرسالة وأعلن ملوحا بأنه على استعداد استقالته من أجل كسب الرأي العام والشارع العراقي وهذا ما يحدث اليوم في بغداد الكاتب والبحث السياسي العراقي مع الجبوري كنت معنا مباشرة من سدوهات سكاينيوز عربية في العاصمة العراقية بغداد شكرا جزيلا لك